السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد محمد علي من كنات أحمد تكنولوجي ونهاردة هتكلم عن أفضل ثلاثة هواتف في فئة الستلاف جنيه الفئة الستلاف جنيه هم تلفون شاومي مي اي تو و اونر بي لي هواوي نوفا سري لو جينا نتكلم عن الأداء هننقل كل الأجهزة في السوشيال ميديا والألعاب خفيفة أداء جيد أما في الألعاب الساقيلة هنلاقي في اونر بي لي تفوق لأنه ياتيب أفضل معالج من هواوي وهو كيرين 970 هو نفس المعالج الموجود في هواوي بيت وينتو بروق اللي بسعر فول 15 ألف جنيه وياتيب وجهة هواوي ولكنها ليست الأسعى بين الهواتف الأخرى ولجن مع المعالج القوي ففتح سلعلى أفضل أداء سلساني أما عن هاتف هواوي نوفا سري فياتيبه معالج كيرين 710 وهو معالج ممتاز وهاتي أيضا مع وجهة هواوي أما شاومي مي اي تو فياتيبه معالج سناب درجون 660 وهو شبيه لأداء كيرين 710 لكنها ياتيب وجهة شاومي الرأى البطارية اونر بليت فوق فيه أداء البطارية لأن الهاتف ياتيب ببطارية كبيرة 3750 ميلا أمبير وهي الأكبر بين هاتفين الأخرى وهاتيب بشحن سريع مع منفذ يو اس بي طايب سي هواوي نوفا سري ياتيب ببطارية 3340 ميلا أمبير مع شحن عادي ومنفذ ماكرو يو اس بي ومش عارف ليه هواوي عم عملتش منفذ يو اس بي طايب سي وشاومي مي اي تو ياتيب ببطارية 3000 ميلا أمبير مع شحن سريع ومنفذ يو اس بي طايب سي وحصل الهاتف على 6 ساعات سكرين اونتاين وهو تقريبا الأقل بينه هواوي نوفا سري تفوقت هزين مرة في الكاميرا الأمامية فياتي الهاتف بجودة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2 بين 2 وياتيب كاميرا سانوية ساعة في عزل خلفية أو البطري أما في المرتبة السامية موبايل شاومي مي اي تو فياتيب كاميرا 120 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2 بين 2 بعدها ممتاز ولكنها ليس لأفضل أما اونور بليه ياتيب كاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2 بين 2 وهو أداء جيد أيضا الكاميرا الخلفية تفوق رائع من شاومي مي اي تو فياتي الهاتف بكاميرا تاين 26 ميجا بيكسل فتحة عدسة F1 بين 5 مع مستشارات من سوني للتصوير والكاميرا الخلفية تشبه شاومي نوت 5 والذي يظل أفضل هاتف في الفئة أقل من 5000 جنيه ولكن واوي نوفا سري وأونور بليه ياتيان بنفس الكاميرا الخلفية 16 زاية 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2 بين 2 والتصميم لو جينا نتكلم عن التصميم يتشابه شاومي مي اي تو و أونور بليه في التصميم فياتيان بتصميم من المعدن بالكامير أما عن هاتف نوفا سري فياتي بتصميم من الزجاج مع لون رائع جدا ينتغير مع لون الإضاء الشاشة يتشابه موبايلان واوي نوفا سري وأونور بليه في الشاشة فياتيان بكياس 6 و 3 من 10 بوص مع نوع IBS LCD والشاشة بانوت وهي بطاقة Full HD بلس مع كسافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوص مع أبعاد 19.5 إلى 9 تأتي شاشة موبايل شاومي مي اي تو بكياس 6 بوصة مع نوع IBS LCD تأتي بالأبعاد الجديدة 18 إلى 9 بطاقة Full HD بلس متسافة بيكسلات 403 بيكسل لكل بوصة ويجد عليها أحماية من كورنينج جرالة كلاس فايل بالأحماية للشاشة من خدوش والصدمات انسحة التخليم والرام تفوقت شاومي حيث ياتي الهاتف بانسحة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ولكن لا يدعم كارد مومنت أما في المرتبة الثانية هاتف واوي نوفا سري فياتي بانسحة 128 جيجا مع 4 جيجا رام يتم ترجيم مومنت المكان الشريحة الثانية أما أونر بلي فياتي بانسحة 64 جيجا مع 4 جيجا رام مع دعم كارد مومنت هالأسعار بالنسبة للأسعار أونر بلي ياتي بنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5800 جنيه أما عنواوي نوفا سري اي ياتي بنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5850 جنيه فشاومي مي اي تو ياتي بنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 577 جيجا ألتقيين الهاتي لو عايزين موبايل للألعاب وبطارية كبيرة فأنصحكم بشراء اونر بلي ولو عايزين موبايل للتصوير السيلفي فأنصحكم بشراء واوي نوفا سري ار ولو عايزين موبايل للتصوير الخالفي مع الأندرويد الخام ومساحة رام جيدة فأنصحكم بشراء شاومي مي اي تو لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغطوا لايك والسبسكريب عشان يوصل لكم كل الفيديوهات وكتبوا ليفتعليهات تحت انت عايزين اعمل مكانة بالمين كي انا معكم احمد محمد علي من قناة احمد تكنولوجوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة